الذي يأكل لحم الخنزير لا يفجر نفسه الهيئة الإسلامية في النمسا تندد بتصريح الحزب الحرية وإن كان يعني استخدام الموضوع ده يمكن شايفوا أنا نوع من الهزل أن يطلع مرشح برلماني للبرلمان الأوروبي يتكلم بالطريقة دي وده الموضوع ده أولا دي حرية شخصية ثانيا لا يجب أن يكون هناك أو السخرية من الموضوع ده موضوع الأكل أو الشرب ده عملية غير احترام للأديان لأن دي طب اليهود ما بيأكلوش لحم الخنزير طيب معنا هذا هون النقطة أنا بدي أخذه موضوع بالعكس طب ولي بيأكل لحم الخنزير ولي بيأكل لحم الخنزير هل هو فعليا مثل ما حكى هو أنه لا يفجر نفسه طب هل الذي لا يأكل لحم الخنزير هل كل من لا يأكل لحم الخنزير هل بصراحة هذا نحن مع احترام الأديان والمعتقدات والثقافات هذا شخص مريض هذا الأشخاص فعلا هذا الشخص مريض شو كان اسمه هو سيدي اسمه ماركوس نعم ماركوس شارلن أنا نسيت اسمه يعني هو الحياة الناس دي ليني في النار بصراحة هذا شخص مريض يعني هذا الكلام اللي عم تحكيه شو له علاقة بالانتخابات انت بترويج لشو هذا ليس أكثر من خطاب كراهي على فكرة اليوم أنا إلا قرأت خبر حزب السوس حزب السوس هو حزب محلي في فيينا رفع دعوة ضده رفع دعوة ضد ضد ماركوس ماركوس أيضا لفيلنر نعم لي في النار لي في النار لي لي في النار لي لي في النار تماما رفع دعوة ضده لأنه هذا خطاب كراهي هذا شمل المسلمين جميعا بهذا الخطاب ونفس الوقت مجبراقات الهيئة الإسلامية وجه إهانة لليهود ونفس الوقت وجه إهانة لأخوتنا المسيحيين كمان اللي هن فعليا بثقافتهم بأعرفهم بيتعاملوا مع هذا اللحم أنه هذا الكلام كمان مهين لإلهم بطريقة عكسية يعني هذا هل هو دواء هل هو شيء واللي ما بيعمل يعني هو عمل عمل خلط بكافة فئات المجتمع ده هزل هزل في التناول بصراحة ويأخذ عليه فبالتالي هذا الشخص والأنكة من هيك والأنكة من هيك شوف أستاذ مبدوع شو بيقول لك شو بيقول لك حزب الحرية شو برد عليه أيوة شوف وفي بيان أولية وصفة الـ FBO في قليم اشتايا مارك الغضب الذي عبرت عنه الهيئة الإسلامية والحزب الاشتراكي بالغضب المفتعل والسخيف وأكد الحزب على عدد وجود أي نية لتقديم لفلنر استقالته يعني لاحظ أنت وقال لفلنر في بيان صادر عنه يبدو أن الحزب الاشتراكي والقوال اليسارية الأخرى تتصرف كحماة للإسلام وإذا شعر أي شخص بالإهانة شخصية من جراء تعليقات المفاجئة فلم يكن هذا هدفي على الإطلاق وأنا آسف لا ينفع الاعتذار حبيبي طبعا مش الحال طوليت تأخرت كثير استخدام لا لا هو استخدام هزيل لموضوع الانتخابات لا لا وحزب الحرية يستخدم سياسة القفز إلى الأمام بيقول لك أن الحزب الاشتراكي لأن الحزب الاشتراكي في شتير مارك انتقد هذا إليزابيت جروسمان المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي في انتخابات إحاد الأوروبية في شتير مارك طبعا يحميها هاي الأديان محمية بقوة الله هاي الأديان فبالتالي يعني تعليقه مريض وتبريره مريض ورد فعله مريض هذا شخص أقل الشيء لازم هذا فعليا يأخذ ويطرد من الحزب على أقل تقدير لأن هاي الأفكار المريضة بتضرب الحزب نفسه يعني هل هذا التصريح يصف في صالح الـ FBO طبعا بالنسبة للمرضى اللي ممكن يكونوا على هواهم أكيد طبعا هل سأفولوا غلبتني